اشتركوا في القناة الام اللي اعتقد انه الكلام كتير عنها مش هيكفيها ابدا ولكن افتكر النهاردة وبكرة فرصة جميلة جدا علشان كلنا نحاول على قد ما نقدر نعبر لامهاتنا عن حبنا ليهم وعن كل الحاجات الجميلة اللي قدموها لنا وأولادنا كمان يعبرولنا عنها صباح الخير يا فادي صباح الخير يا راني صباح الخير لكل مشاهدينا اي لايف شبكة انتين في كل حتة في الدنيا الخميسة 20 مارس 2014 يوم تاريخي في حياتنا ونهاية اسبوع في فترة صعبة جدا في بلدنا البقاء لله في شهدائنا من شهداء الجيش خبراء المفرقعات اتنين زباط الجيش وربنا اقوم بالسلامة الضابط الشرطة لكن الحقيقة في نهاية اسبوع احنا محتاجين بعد كمية الاكشن والرصاص اللي احنا شفناها صابتنا حالة اكيد يعني من الخضة والفزعة في كمية العنف اللي احنا شفناها لكن في حاجتين في البلد دي احنا عندنا فيهم مشكلة احنا بنقبض على ناس ونحط ناس في السجون لكن لغاية النهاردة ما حصلش القصاص لغاية النهاردة في التلاث سنين اللي فاتوا اللي محدشت عدم حتى الناس اللي احنا شفناهم معترفين على الشاشة وفي الفيديوهات لا يمكن البلد هتتقدم خطوة من غير ما يبقى فيه قصاص واللي مارس الارهاب يعدم واللي يرفع السلاح يتضرب بالسلاح زي ما بيرفع السلاح ما فيهش زار في الكلام ده وإلا مش هنتقدم خطوة واحدة في بلدنا النهاردة يكون معنا فقرات متنوعة جدا وطبعا زي ما رانيا عيدت على كل الأمهات كل سنة وكل الأمهات طيبين لكن كمان بتزامن بكرة اليوم العالمي للإعاقة لأدون سندروم هنتكلم بالتفصيل عن الموضوع وهي خص الأطفال فقرة مهمة جدا أنه يكون معنا نائب رئيس حملة زي زيك والمستشار الإعلامي صحر دونيا وكريستين سميرة أحد مؤظمي لاحتفال هيكون كمان عندنا فقرة عن الحالة الأمنية في مصر وعن الوضع الأمني في مصر والذي ما حضراتكم أكيد شايفين أنه لحد كبير غير مستقر هيكون معانا دكتور إيهاب يوسف وهو الخبير الأمني والذي هيكلمنا أكتر عن الوضع الأمني المصري وعن سقوط الضحايا من الجيش ومن الشرطة كمان هيكون عندنا فقرة تانية الحقيقة مع دكتور الأستاذ رفعة فياد مدير تحضير أخبار اليوم وهنتكلم معاه أيضا عن المشهد السياسي والذي أعتقد أنه بيتخلاله كمان الوضع الأمني السيء في مصر والضحايا المصريين كل يوم بيروحوا من جيشنا ومن جنودنا من الشرطة واسمحولي كمان أني أنعي كل أمي شهيد وأن يقول لها ربنا يصبرك على فرق ابنك وأكيد حقيق ابنك هيجي إن شاء الله وكل سنة وانت طيب وطبعا هنتناعش في أهم منشتات الصحافة المصرية في أول فقرة هيكون شرفنا أستاذ ناصر فياد مدير تحيير جريد الوفد لأن الأخبار في نهاية كل أسبوع بتبقى صعبة كمان هيكون معنا فقرة مهمة جدا مع دكتور أسام عشم خبير التنمية البشرية زي نهاية كل أسبوع نتكلم في التنمية البشرية وكل ما يهمنا في هذا العلم الجديد لكن بعد الفاصل نبتدي أولى فقراتنا مع الصحافة خليكم معي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ها carrier